اشتركوا في القناة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نلتقيكم في حلقة مجددة ولقاء جديد في حلقة من حلقات برنامجكم برنامج مساء الوردود هذه الحلقة المباشرة التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفتاءاتكم بالتأكيد أبر أرقام هواتفنا اللي رح تظهر الآن أسفل الشاشة إلى أن يجيني أول اتصال وأول استفتاء في هذه الحلقة أكمل الآن وياكم موضوعاتنا الفكرية والحوارات الإيمانية الحادية زين واليوم نسلط الضوء على إشكال من الإشكالات الأساسية المهمة الكبرى والجواب على هذا الإشكال طبعا من إشكالات الملاحدة طبعا هو هذا الإشكال إشكال موجود مثلا حتى في بين الديانات مثلا بين لكن هذا الآن إحنا رح نخرج خارجه أريد نتناقش شوي الخط الإلحادي الخط الإلحادي عنده ملاحظة على كثير من التشريعات أو الأفكار الدينية يعني فينتقذ وينتقص وينقذ على الدين والتشريعات الدينية في كثير من تشريعاته مثلا أضرب لكم مثال بداية من الأشياء الثابتة الموجودة في الشريعة المقدسة هي ثابتة موجودة مثل مثلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين ووصولا إلى أشياء مثلا قد هي مو ثابتة في الشريعة المقدسة هي مذكورة لكنها ليست ثابتة مثل مثلا كراهة الجلوس في مكان قد جلست فيه امرأة وهو لا زال حار بحرارة جسد المرأة مثلا يقولون هاي بالشريعة المقدسة تعدكم طبعا يعني يتهكمون ويستهزئون ويقول مثلا تعدكم بالشريعة المقدسة مكروه أنه الرجل يقعد بهذا المكان اللي هو دافي بعده بيدفو جسم المرأة وطبعا في الوسط ينتقدون كل السلوكيات يعني ياسا الآن احنا من نوسع دائرة الانتقاد نجدهم ينتقدون كل السلوكيات كل السلوكيات الموجودة في الشريعة المقدسة مثلا أضرب لكم مثال يقولون على اي اساس على اي اساس الشريعة تيجي الدين يجي يخلي مثلا خمس لأرباح المكاسب عدليش مثلا الناس تشتغل على باب الله وتتعب وتكد وتسعى وتهدو فلان شيء تيجي على الحاطث تاخد خمسها مثلا الزكاة مثلا يتطور الموضوع يدخلون في دائرة التشريعات يقولون مثلا انه الحج شنو الحج شنو هاي السلوكيات الغريبة مثلا يطوف سبع مرات على البيت عدليش مو تسعة عدليش مو ثمانية عدليش مو سبعة مثلا يرمي سبع حصوايات عدليش مو ثمانية عدليش مو ستة مثلا يصلي صلاة الصلاة مثلا خمس مرات باليوم في ثلاث اوقات خب هو مثلا اذا هو كان ذكر لله تبارك وتعالى خب هو مثلا يصلي صلاة وحده مثلا فادركه اعتين لان هي اذا قضية كانت رمزية فليكن هذا الترميز ترميز بهذا الشكل زين مثلا بالطوافد مرة وحده مثلا برمي الجمرات رمية وحده مثلا يعني بالصلاة مثلا اصلي باليوم مرة وحده بالصوم بدل ما اصوم مثلا شهر زين بالسنة اصوم لي مثلا فاد يوم من كل اسبوع او يومين من كل شهر وهكذا اصلا الان اصلا الان الملاحدة يعني بس انا ما واصل لي الصوت اساتذ عفوا اكو اتصال عفوا نيايا مالو الو تفضلوا من ويايا السلام عليكم محمد بن بغداد اهلا يا محمد شخصيخ شخص الله يخليك ويسلمك اهلا يا محمد يسر عليك ان شاء الله اهلا نسر يعني مرات اقرأ اه اصلي ركوة الوجه لله تعالى نيابة عنها نعم يعني اقول ليتش نيابة عنها اهل جوز يعني يصير ما بيش كان ممنون والله شيخ مرحبا اهلا اهلا وسهلا مرحبا زين ف اي عيني هس اسمعكم اي عيني ف طبعا الان الملاحدة سمعوا الاشكال انا يعني استطيع ان اقول انا كنت في قمة الامانة في نقل الاشكال اصلا مو بس نقلت الاشكال نقلت الاشكال وقويت الكوميا وسريت على كثير من الموارد يمكن انتو الممل تفتيلها وانتو المقايليها ودعمتكم في طريقة طرح اشكالكم خب احنا ما خلنا الامانة زين الان اسمعوا الجواب مني الان من يجي الملحد في مقابل المؤمن الملحد مثلا يستنكر على المؤمن شيء يعني الاخ وليد من بغداد تفضل يا وليد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا يا اخ وليد اهلا شيخنا شون صحة الله يخليك ويسلمك اهلا يا وليد سؤالين بلز احمد ايه اتفضله الله يعزك ويسلمك اه عندي دوجتي شوية تعاني شوية بالصلاة من ناحية الركوع والسجود ايه يعني ما تقدر اصلي واقفة هي زين مثلا كرسي او رحلة من هالشي هذا زين زين بالسجود او بالركوع نعم يعني ما تبقى توقف لدقائق صعبة عليها لانه تظل تعاني من الآلام اللي عندها تظهرها او ايه او ما شابع ذلك زين ممنون اوضح ان شاء الله يعزك وسؤال اخر اللي عندي نعم الوالد متوفي من فترة نعم اه حبيت انه اصلي له زين كيف تكون النية مالكة نية الصلاة نعم اللي هي مثلا بالمطلوبية اه القضاء ما في الدم نعم شوان تقول ان شاء الله اوضح بالخدم اهلا وسهل المرحب شكرا الله خير اهلا يا اخو وليد وجزيتم ان شاء الله خيرا فالان من الملحد مثلا يستنكر على المسلم او المؤمن خلي نقول على المؤمن خلي حتى اقرب لكم حتى اوضح لكم شوان رح نجاوب عليهم خلي انا ابدأ بالعكس الان مثلا المؤمن مني يريد يستنكر على شخص الآن مثلا اني ما اقبل على وتصرف فيش اقول اقول حرام اقول Life سوي تشي حرام يا بل اش حرام اقول لي انه قال الله وقال رسول الله لاتسوي هي تشي لا تفعل ولا تقول لا تقول ولا تفعل زين شنو المانع الايماني من اقول لا تقول لا تفعل المانع الايماني شنو المانع الإيماني هو النص القرآني أو النص الشريف النبوي يعني الثوابت القرآنية والثوابت النبوية وضحت الفكرة زين فأنت يا ملحد عفوا يعني الأخت أمرضة من بغداد من بابل عفوا تفضل يا أمرضة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أمرضة أدي كمستشتار يعني بلاز نحن أي تفضلوا نعم احنا منشترينا الأبحية ما قالونا يعني هي بطنها جنينة وهي شي قالونا سالما ما بيها الشي ازين ومن زبحناها يعني كملنا وهذا الشي لديها جنين بطنها ازين يعني شين حكمها هاي الأبحية ممنون السؤال الثاني أنا ابنية عمرها سنة ونصف سنوات أي يعني من أصل لو ياخدوا التربة من عندي لو يبسعني لو أبطر أدفعي بصير يعني حركات بالصلاة لأنني واحد بالجيسي يعني ما عندزره خليه معحد أي بصير شو يحكم هذه الحركات بالصلاة يعني ممنون شكرا جزيلا أهلا وسهلا مرحبا زيلا فالآن انت كملحد من تجي انت مثلا تستنكر علي اتقول لي مثلا انت مثلا انت ليش ما تكذب اقول لك حرام يعني اتقول لي انه ما المانع الديني من الكذب اقول لك قال الله قال رسول الله اتقول لي مثلا ليش ما تزني اقول لك أنا عندي مانع ايماني قرآني او نبوي اتقول لي ليش ما تختاب اقول لك قدي مانع ايماني واضح فاحنا من نجي نستنكر من نجي نستنكر من نقول مثلا لشذون لا مثلا اتش اسمين اتروجون للشذوذ مثلا لا احنا من نجي نعترض احنا عدنا مانع لي يعني يمنع يمنع من هذا الفعل اللي هما شنسمي احنا المانع الايماني اللي على اساسه احنا دنروج او دنستنكر او دنستهزئ او دننكر او دنمنع او اي شي اخر واضحة الفكرة الان نجي هذا نقول بس عليكم شنقول لك اقول لك باوع انت يا ملحد الان انا اسألك والتجاوبني انت من تقول لي هذا استهزئ بي وذاك استهزئ بي وهذا استهزئ بي وذاك ما قبله وهذا ارفضه خش انتباه 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 للجميع الجميع خلي يسمع ويتعلم ويحشوا يهم الان انا اسأل ما هو المانع الالحادي من هاي الاشياء اللي انت دتمنعها دتستنكرها انطبق وحدة وحدة اولا انا اريد اقول لك المتبنيات الالحادية البناءات الالحادية القوانين الالحادية هي الايمانية الالحادية الايمانية قال الله الحادية رياضيات ايمانية قال رسول الله الحادية كيمية وفيزياء ومختبر انا من احشوا ياك اش اقول لك الدوافع التي تمنعني والدوافع التي تجعلني افعل هي قال الله وقال رسول الله انت ايمان يعني الامور الايمانية مالتك مين صادرة من الرياضيات من كيمية من فيزياء انت ما مسموح لك تحشوا ياك بغير الاشياء اللي اتتبنيتها انت شو تبنيت انت قلت اسبطا انا اقول لك اكو الله تقول لي شلون اكو الله اثبت ليها مختبريا اتت الملحد هو ات ليش نكرت وجود الله لانه مدى تقدر تثبتة مختبريا مدى تقدر انت مدى تقدر تثبتة رياضيا مدى تقدر تثبتة فيزيائيا انت انت شو تقولي دائما تقولي تقولي اي شيء اي شيء زين انا مثلا اريد اثبتة او اؤمن به لازم يكون ثابت رياضي ثابت كيميائي ثابت فيزيائي الخصوص الثابت الفيزيائي وضعت الفكرة الآن إحنا نلزمك بما ألزمت به نفسك نقول لك يا بتعال من أنت تقول لي أنت مثلا لا تصلي خمس مرات باليوم يعني الأخ محمد من بغداد تفضل يا محمد تفضلوا محمد عيني السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا محمد الشيخ بدون زحمة عندي أختي توفت وعدي فلوسي منه فترجع للوالدين والدتي تقدر تصرفين شون تريد يعني كما تريد تصرفيهم وعدي سؤال ثاني وعدي والدتي مطلوبة 180 دينار بال80 دينار تقريبا نعم إحنا دورنا على صاحبه ومعامل يجينا على أي أكثر لا ولده لا ورده ولا أي شيء أكثر من مرة يعني شاءنا ودورنا ما لجينا على حد نعم يعني قلما ندفعه إن شاء ما صرح بي إن شاء الله أوضح إن شاء الله بالخدمة أهلا وسهلا مرحبا زينا الآن أنت يا ملحد من تجي مثلا تحشو ياي تقول لي مثلا لا صلي خمس مرات باليوم لا صلي خمس مرات باليوم صلي مثلا مرة واحدة باليوم أقول لك إذا ممكن ولو زحم عليك بل كتتطيني المانع الإلحادي من أن آني أصلي خمس مرات وتطيني الموجب الإلحادي أن أصلي مرة أنطيني المانع الإلحادي الفيزيائي أو الكيميائي أو الرياضي الذي يوجب استهزائك فضل ما عندك ما عندك قانون رياضي فيزيائي كيميائي يشخص أن هذا التصرف هو تصرف مشين تصرف مهين تصرف هو محط استهزاء ما عندك لا تمتلك تطبيق آخر نيجي الآن مثلا أنت شا تقول تقول قد ليش مثلا الغناء حرام قد ليش الرقص حرام يلا أنا أدعو الناس إلى الغناء والرقص زين إحنا رح نسئلك نقول لك انطيني المانع الإلحادي أو الموجب الإلحادي الفيزيائي المرتبط بهذه القضية ثالثا تقول لي تعالوا أنتو شنو طفون سبع مرات ضربون سبع حصوايات تصلون ما ندري شنو شنو عدان ورايحين وصار فيه الملايين أنت تستهزي غير اتفضل انطيني القاعدة اللي انطلقت من خلالها للاستهزاء فيزيائيا فيزيائيا كيميائيا أنت الآن أنت تقول أنت تقول أنا حياتي مختبر أنا حياتي فيزياء خوش اطيني الموجب الفيزيائي للاستهزاء طيني تفضل يعني الأخة أسماء من بغداد تفضل يا أسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أسماء شيخ أنا بس جاء أسلك على مسألة أرض شون عيني يعني ميراث 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 فضله أنا من فصلة عن أبوهم نعم خمسة أثنين سنة بس هو يتوصق هذا العشر سيام أي فهذا واحد من أولادي عايش وياس صار لأشرين سنة أي وهسه لا يمطينا مستمسكات ولا يستحن الباط أي وتروح أختي هاي الوحيدة على ثلاث ليلة هو وأخو تثمين واحد من النمسة نعم وإحنا عاجنا يضر لهم شيف نتوق هاي الحالة يابا بس نطينا سنة نطينا الموحدة نطينا أي شي بلدن نشوك شو الموضوع يقول أمل لكم عشان مرحجار عليكم أضربكم بس شاكي نعم اشتكينا علي بلننتظر القاضي يقول كسر الباب ورصعي شو يعني يعني مو يعني متعزمهم عايشين ومي يا شيخ نعم بس شلون الحل شلون عسي الله يخلي إن شاء الله أوضح بالخدمة أوضح أهلا وسهل أقو بيكم إن شاء الله مزيد فالآن طبعا إحنا إحنا هاي المصاديق الآن اللي أنا إذا أعددها أنا طبعا حاجي بيها وراء أحجي بيها من جهات أخرى بس اليوم ده أحجي بيها من جهة من الجهات مثلا يجي يقول أنت أنتو ليش اطلعون خمس الأرباح ليش اطلعون زكاة ليش اطلعون ضرائب مالية كفارات وفديات وزكاة فطرة وصدقة وليش لماذا إحنا الآن نسألك سؤال مقابل سؤال نقول لك وما هو المانع الفيزيائي من هذا التشريع هذه تشريعات انت رافضها انطيني الرافض الفيزيائي يعني مسبب الرافض الفيزيائي أنت مو تقول أنا لا أؤمن بشيء الرافض هو جزء من البنات الأفكار الإيمانية أنت مو تقول أنا لا أؤمن بشيء حتى يثبت ذلك بالفيزياء والكيمياء والمختبار خطة تفضل الطينة الموانع الفيزيائية لهذه خلي أستقبل هذا التصال وأكمل لكم الأخ محمد من النجف الأشرف تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا محمد شيخنا احنا كنتوية جماعة يعني شركة هم عليهم المال وأني علي العمل نعم نعم فظلنا فترة نشتغل طبعا العمل يصير به دين أي يعني 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 ديون يجون يأخذون بضاعة يطون قسم وضيف يضر قسم فأكو أكو أفونات يعني يعني تعكل الدين ما يطون الدين نعم فظلت أنا وراهم لما 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 انفصخ العقد بيناتنا أو يعني العمل اللي بيناتنا انتهى فذول الجماعة يقولون لا الدين اللي موجود التتدفع التتتحمله التتتحمله تطينياك كله نعم فما فما عرف أنا شني يعني موقفي ان شاء الله أوضح بالخدمة ممنون شكرا ممنون أهلا وسهلا ومرحبا زين بعد ولو هي هاي المسألة أني أشبعتها بحث موضوع الارث وأن الارث لا علاقة له أصلا بالجنس لماذا لأن مرة تاكل الثمن ومرة تاكل الربع ومرة تاكل النصف ومرة تاكل كل الميراث ومرة تاكل نصح الصطر الرجل ما لعلاقة الميراث هذه أصلا فتشغله كلش كذبة شبيرة وعيب هذه نحيش بيها لأن الميراث أصلا في تقسيماتي غير قائم على موضوع الفرض الطبقية الجنسية أنه جنس الرجل أعلى مرتبة من جنس المرأة هذه كذبة كذبة عظيمة كذبة مخزية منكم زين أنه الإسلام هي تقول ويضطل المرأة أقل ويضطل الرجل والإسلام شسمه يفرق وعدة طبقية هذه كذوبة مخزية لأن احنا قلنا لكم أنه أصلا الميراث أصلا مقائم على التفريقة الجنسية لأن المرأة مرة تاكل كل الميراث مرة تاكل نصة مرة تاكل ثمنة مرة تاكل ربعة مرة تاكل نصف حصة الرجل مرة تاكل ضعف حصة الرجل زين وهذا بحسب الموارد زين نقول لكم رح نقدم لكم هذا شيء مخزي معيب تقولون نعم نقول لكم الطونة وجه الإعابة والإخزاء الفيزيائي والكيميائي والرياضياتي ما عدكم يعني هس هس رح أكمل لكم ايه الأخت أم علي من بغداد تفضل يوم عليها السلام عليكم عليكم السلام ونحمة الله أهلا يوم علي السلام شخص الله يخليك ويسلمك أهلا وسهلا ومرحبا نحن نبدو نحن عنديك أهلا تفضلوا مثل جيدنا في قبل له يعني وموضغر يعني بس ما أتهم يعني نعم بقيت بعرس ولقيت بعرس ولقيت شوار جهر اي فما أتهماني حتى وجدت للصائر اي ما نبقيت مجلطاني طاعد ذاك لوقت ما أدري نعم وما أتهمي صغير ما أتهم يعني زين بس نحن كما أتهم يعني ممنو قال يعني أتهم فقراش رح دلجت للصائر يعني ما أضبطتهم يألهم أخش ما يخلف أواضح إن شاء أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا زين هس رح أختم حتى نبدأ نجاوب الاستفتاءات ونستمر ب يعني أخذ الاستفتاءات الآن زين الآن شخص رح ينبري واحد من علماء وفلاسفة وأساطين الملاحدة رح يقول لا أنا عندي مانع أنا عندي مانع من كل هاي المخازي اللي أنتوا سووها شنو المانع يا بي يقول المانع عقلي المانع فطري المانع وجداني المانع مو قال الله وقال رسول الله أكو أشياء غير قال الله وقال رسول الله شنية العقل شنية الفطرة شنية الوجدان نقول نازل خش قل أكملت خلصت خلصت دا شوفوني الملاحدة دا شوفوني دا سمعوني أنا شقد دا أدي الأمانة وياكم دا أجيب أجوبتكم وحتى بأواصيها بصياغات أفضل من صياغاتكم يعني دا أوضحها وأقويها وأسندها يمكن أكثر مما أنتوا لو شنتوا حاضرين يمي الآن هنا أنا متفضلين بالبرنامج بتحشون وتجاوبون وكذا زيح خلصتوا ها هي هي هذا أقوى شيء عندكم انتوا قلتوا بتتفضلوا وسمعوا الجواب نقولكم المباني الإلحادية هي مباني تجريبية مباني مختبرية مباني رياضياتية مباني فيزيائية مباني كيميائية المباني الإلحادية ما بها شيء اسم عقل ولا بها شيء اسم فطرة ولا بها شيء اسم وجدان شلون هس رح أوضح لكم يعني الأخت أم مسلم من البصرة تفضلي يا أم مسلم ألو تفضلي أم مسلم ألو عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أم مسلم شيخنا العفو بلاذ أحميك أنا والدي عند زهايمر والصلاة ما تريد صليها بصورة صحيح بالحالة شا سوي أنا ممنون رحمة الله وادك آل شاعة واش تغلصاني بلاذ أحميك والدي تقصت قبل تقريبا سبع سنوات الصلاة اللي بزمتها شو نقضيها إلا ما إذا استعبانا هم تعبانا أنا نعم ممنون رحمة الله وادك مشكورة أهلا وسهلا ومرحبا زين الآن انتبهوا على جواب هذا السؤال المهم الجوهري والمحوري أو هذا الكلام طبعا هذا هو ربما أقوى كلام عندهم هم أقوى كلام عندهم هذا أنه يا بي ليس بالضرورة أن يكون الله هو اللي يمشينا وأصلا وين أكو الله ماكو الله مو مو بضرورة يمشينا الله مو بضرورة يمشينا النبي طبعا هذا موضوع رح أفرد له اللي هو شنو قيمة الدين في حياة الإنسان بس قبل ما أدخل به يا بلعد بيش نمشي إحنا يقول نمشي بالمختبر بالعلم بالأبحاث بالعلم بالبحث بالمختبر ويقول بالعقل بالفطرة بالوجدان نقولهم هادي مساحتنا مو مساحتكم فيزيائيا كيميائيا رياضياتيا ماكو شي اسمه عقل ماكو شي اسمه فطرة ماكو شي اسمه وجدان لأن الإنسان اللي قدتوا تقولون عند عقل قد فطرة عند قدتوا قدتوا نفسكم تقولون الإنسان وعبارة عن دم لحم عظم أوعية دموية أوردة شرايين مدلا نجي للعقل نقولكم تفضلوا ولو زحم عليكم عرفوا لنا العقل ما تقدرون كيميائيا فيزيائيا أحيائيا رياضيا ما تقدرون تقولون غير بس حتشايا وحدة مخهم وخيخ خلايا وأعصاب دم وما تقدرون تحشون غير هاي الحتشايا تقول العقل أقولك إيه شنوه العقل العقل شنوه هذا لاهوت هذا لاهوت إتا طبيت من حيث تريد أو لا تريد غصبا ما عليك طبيت باللاهوت إنت أبقى بالناسوت إتا تجريبي مختبري لا تطلع من من هذه الدائرة ما مسموح لك تناقض نفسك وتطلع من هاي الدائرة بس تطلع إحنا رأسنا نصيدك نرزمك نقولك لا هاي دائرتنا إحنا اللاهوتين ممكن ندعي أن هناك أشياء غير مادية غير مرئية غير ملموسة غير محسوسة بس هناك دلائل على وجودها بس إنت شلون مثلا إنت إذا عمو المختبر يثبته شلون تقول بوجوده هسأكمل لكم بس أستقبل هذا الاتصال الأخ أبو مريم من مغداد فضل يا أبو مريم عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أبو مريم مزين منذ أقوم للركعة الثالثة أو الركعة للعفو الثانية يصير عندي خططان ما أقدر شي سوي أصلي من جلوس هذه الصلاة إن شاء الله مقبولة أو أرتاح وأكمل يا الله شيخنا ممنون سؤال الثاني شيخ أقول ممنون إذا دخلت الصلاة جماعة دخلت الصلاة جماعة وكان الشيخ في الركعة الأولى أو الثانية بدأ بالثانية هل أقدر أصلي ويأكمل الصلاة ممنون أنا ممنون شيخنا مرحبا زين رح أختم زين حتى أبدي بالجواب الاستفتاد خطيئة الناس انتظروا هواي وتأخروا هواي تأخذت من وقت البرنامج فنقولكم أنتم من تحشون تحشون على الثابت التجريبي الثابت المختبري الثابت الكيميائي الثابت الفيزيائي الثابت الأحيائي الثابت الرياضي لا تحشوني على ثابت معنوي لاهوتي يعني الدائرة اللاهوتية أثبتت فشأتوا تقولون الفطرة نقولكم شن الفطرة تفضلوا شن الفطرة أمين طلعت الفطرة من يا معادلة كيميائية شنو القانون الفيزيائي الذي يثبت وجود فطرة ماكو لا يوجد عندكم قانون فيزيائي يثبت شيء اسمه فطرة لا يوجد عندكم قانون كيميائي يثبت شيء اسمه عقل في مقابل بس المخ والمخيخ فإذن أنتوا ماعدكم أنتم لا تملكون مصادر المنع اللي تمنعون علينا أنت الآن تجي تقعود تقول أنا أمنعني أنت ليش تحجب المرأة أنت كذا نقول لك شنو المانع للحادي بالعكس تماما بالعكس تماما أنتوا الآن واقعين بتناقضات ليش لأن الآن الدول الإلحادية منقسمة على نفسها في طريقة التعامل مع كثير من الأشياء الآن التي تصنف محل خلاف عد الملاحدة مثل الشذوذ الجنسي الشذوذ الجنسي يعني أكو دول إلحادية تقول مثلا مثل روسيا روسيا الآن مدولة إيمانية مدولة لا إسلامية ولا مسيحية ولا يهودية هو طلع الرئيس الروسي قال ماكو ممنوع ماكو ماكو إحنا ما عدنا يشي شي ما نقبل ماكو أكو شي اسمه بابا وماما ماكو بابا وبابا ولا ماما وماما أكو بابا وماما هو هو طلعه قدام الكرة الأرضية كلها أنتو نفسكم تختلفون ليش؟ لأنه مثلا أنتو البعض يبيحها البعض يبيح والبعض يمنع الآن وهذا البعض اللي يمنع ربما ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع زين؟ الملاحدة طبعا الملاحدة مو بس حكومات الملاحدة شعوب الآن الشعوب متخبلة متخبلة من موضوع مثلا دعمل الشذوذ الجنسي في العالم متخبلة زين؟ الحكومات تدعم الشعوب ما تدعم فمن نجي إلى الشعوب الشعوب تتعامل معها بازدراء وتتعامل معها بتصغير وتحقير وتعالي إنه شنو هذا مثلا هذا شاذ هذه شاذة هذا خلاف الشي المقبول الآن تفضلوا قدمونا المانع الالحادي من رفض يعني الآن وين أريد أقولكم؟ أقولكم أنتو لوش ما تسوون ما تقدرون تنفصلون عن اللاهوت اللاهوت يحكم بداخلكم وانتم تعترفون به اللاهوت جزء منه العقل اللاهوت جزء منه الفطرة اللاهوت جزء منه الوجدان هذه أمور ليست مختبرية هذه أمور ليست تجربية هذه أمور ليست فيزيائية هذه أمور لاهوتية اتوا لهوتين ايمانيين دينيين غصبا ما عليكم الآن انت تقول لا شنو غصبا ما عليها ماكو غصبا ما عليها اقول لك اذن نرجع الى نفس بداية المحاضرة اعطني موانع الحادية تجريبية فيزيائية كيميائية من كل اسقاطاتك عليها ما تملك انت ولا في يوم من الايام رح تملك ليش لانك انت تملك قوانين رياضية وقوانين فيزيائية وقوانين هذه لا ترتبط اصلا بالمعنى هذه ترتبط بالوجودات المادية المحسوسة الملموسة التي لها اما كتل اما اوزان اما كيم اما يعني كيف خارجي جوهري هذه يعني ترتبط بالجوهر بالجوهر وبجوهر المادة مزيان؟ فلسفيا ما مرتبطة بالقضايا المعنوية المرتبطة بقواعد المعنى باللهوت هذه مرتبطة بالناسوت واضح؟ هذا طبعا انا يعني اتعمدت انه اخذ جزئية جزئية لانه الان الناس اليوتيوب مفتوح عليكم يا ناس يا مؤمنين يا مسلمين اليوتيوب مفتوح عليكم الفيس مفتوح عليكم يطلع الملحد يحكي كذا حفظوا هذا كلامي وكل ما يحكي هو قل له تفضل الطين المانع يقول لك عقل قل له ما يصر عقل ما عندك عقل الته ما عندك عقل اذا عندك عقل شغل عقلك ادت تقول رياضيات ليش تتناقض نفسك وبعديёchain تقول عقل يقول لك فطرة قل له ما عندك فطرة هاي احنا مالاتنا احنا اللاهوتين مالاتنا ذني احنا الالهيين بالمعنى الأعام زين المؤمنين احنا اللاهوتين مالاتنا ذني هذاني موم مالاتكم انتو مالاتكم رياضيات فيزياء كيمياء انطيني يقول لي لا انا اؤمن اقول له خلاص انت اصبحت من المؤمنين شئت ام ابيت غصبا ما عليك نعم انت قد مثلا دائرة ايمانك ضيقة زين هادي نوسعها بس انت اصبحت مؤمن انت اصبحت متناقض يعني مؤمن روحيا قلبيا وملحد سلوكيا واضح يلا خلي نبدي احنا وياكم نجاوب الاتصالات والاستفتاءات وناخذ ايضا استفتاءات زين الاخ محمد يقول انا اصلي ركعتين نيابة عن اختي يصير يصير وشنو يعني اش تنحس بتنحس بالها بس وطبعا النيابة ينبغي ان تكون يعني خللي نقول بقصد وجهها شلون يعني مثلا اما انه اصلي لها قضاء ما في ذمته من فجر او ظهر او عصر او مغرب او عشاء او اصلي لها او عنها عفوا اصلي لها او عنها ماكو مانع اصلي لها او عنها مثلا ركعتي مثلا استحباب وردت في الشريعة المقدسة ان الله او ان رسول الله يعني اثبته استحبابها او مثلا زيارة او لابد انه نسوي لها فد وجه وجه والافضل ان نقضي عن امواتنا ما فات عنهم من الواجبات افضل من ان نأتي ب اشياء تحسب لهم من المستحبات يعني مثلا اضرب لكم مثال الان واحد مثلا يريد يصلي فدركعتي عن الاهلة خلي يصليها نيابة عنهم قضاء عن ما في ذمتهم من صلاة الفجر افضل من ان اسويها مستحبة هذه اخاف عندهم نقص السد النقص وهكذا صلاة الظهري او العصري او المغربي او العشاء مثلا اسوي صدقة ما انطي صدقة عنهم انطي عما في ذمتهم من حقوق شرعية هذه من المسائل الغير الملفت الها الانتباع يعني رجال الدين اعزهم الله زادهم الله توفيقا في العمل ما ينبهون على هالقضية مع انه المفروض يتنبه المجتمع انه ستتريد تسوي صدقة وهو من اعظم الاعمال لانه اصدق عن امواتي بس انا بدل ما اصدق عن امواتي ادفع عما في ذمتهم من ردود مظالم من كفارات من فديات من ديات من خمس من زكاة وهكذا يعني انا اتواصل معهم عن واجباتهم عن الواجبات الباقيات في ذمتهم افضل من التواصل معهم في المستحبات فان احرز ان هذا الميت ما عنده واجبات في ذمته زين حينئذن نقدر نسوي المستحبات زين وطبعا ماكو مانع ماكو مانع انه وعند يسوي مستحبات يعني انا اعرف انه هذا الميت علي واجبات وسوي له مستحبات ماكو مانع بس الواجبات افضل الواجبات افضل الاخ وليد يقول انا زوجتي تعاني في الصلاة من الركوع والسجود لانها لا تستطيع ان تبقى يعني قائمة مدة طويلة فشلون تصلي اذا السيدة تصلي من جلوس لا ما تصلي من جلوس باعوا اكو اشياء مهمة ينبغي التنبيه عليها يا وليد لك وللمؤمنين بشكل عام ايش تسوي تخلي كرسي وتخلي مصطبة اول رحلة مالتها توقف اول شي توقف هاي اللحظتين مالة تكبيرة الاحرام ما تأثر عليها مصعب عليها توقف تنوي تكبر تكبيرة الاحرام من قيام لماذا لي ان القيام حال تكبيرة الاحرام قيام ركني وهي قادرة على ان تأتي عليه تقعد ترجع تقعد ليش قعدت اصلا مثلا طلاب العلوم الدينية يقولون يقول ليش قعدت تقدر يقول لا ما هو يقول قيام دقائق ما تقدر والقيام بالنسبة للقراءة واجب غير ركني فيسقط هو يسقط حتى مع عدم القدرة حتى القيام الركني يسقط بس هذا يسقط لأدنى سبب يسقط تقعد تقرأ الفاتحة تقرأ سورة كملت تقوم توقف ثانية وحدة تركع من هذا القيام لأن هذا القيام قبل الركوع قيام ركني القيام قبل الركوع تكملوا الركوع تقعد على الكرسي تسجد ايماء اذا قدرت تسوي هاي القضية يجب عليها ان تصلي بهالشكل اللي ذكرنا لكم اياه اذا ما قدرت تسوي القيام مالة الركوع تركع هي وقاعدة ايماء يعني شنو صلاة الصير بس توقف تكبرنه تكبيرة الاحرام من قيام وتقعد على الكرسي وصير صلاة كلها على الكرسي قراءة على الكرسي ركوحة ايماء على الكرسي سجودها ايماء على الكرسي تشهدها على الكرسي وهكذا باو القاعدة في الصلاة الحركات الحركات تسقط الحركة التي لا يستطيع المصلي القيام بها انتبهوا على العبارات مهمة تسقط الحركة مو كل الحركات مو أنا مثلا فتشي ما أقدر أسوي الرأسا أصلي وآني جالس لا مو هيجي يسقط الشيء الذي لا أستطيع أن أفعله يعني اسقاط الحركات تدريجي نعم لو تصورنا أن شخصا مشلول أو غير قادر على القيام نهائيا حتى لدقيقة أو نصف دقيقة الصر صلاة قاعدة على الكرسي كلها بس بهذه الصورة واضح؟ يعني أنا أريد أنبه انتباه 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 الأخوة المؤمنين الأخوات المؤمنات أنا أشوف بالعتبات أكثر الناس وهوائي من الناس صلاتها غلط ليش هو يجي يمشي يجي من بره يمشي وطبيعي وكذا وشي قاعد على الرحلة وصلى صلاته كلها على الرحلة من جلوس ما يصير تكبيرة الإحرام لازم يصر من قيام وهذا القيام ما يكلفك إذا كنت قادرا على أن تقرأ من قيام تقرأ من قيام ما كنت قادر تقرأ من جلوس إذا كنت قادرا على أن تركع من قيام أوقف وأركع من قيام وأرجع أقعد أسجد إيماء وهكذا فيسقط في الصلاة من الحركات ما لا أستطيع أن أؤديه هاي القاعدة فقط ما لا أستطيع مو كل الحركات ما تسقط الحركات كلها تلقائيا وضحة الفكرة زين الأخ وليد يقول الوالد متوفي من فترة شلون أنا مثلا طريقة القضاء عنه أصلي صلاة الفجر قضاءا عن أبويه قربة إلى الله تعالى الله أكبر أصلي صلاة الظهور قضاءا عن أبويه عما في ذمة والدي عن أبويه قربة إلى الله تعالى الله أكبر وهكذا هذه النية زين الأخت أمرضة تقول إحنا اشترينا أضحية وذبحناها وبعد الذبح انكشف أنها حامل فهذا يأثر على كونها أضحية الجواب كله هذا لا يؤثر هذه خلاص أجزئة أضحية للمعلومة الفقهية أنا من سألت بس للمعلومة الفقهية زين هذا الجنين لبطنها شنو مثلا ينأكل ما ينأكل هذا الجنين إذا طلع حاي إذا طلع حاي يندبح وينأكل أعود وأكرر يندبح 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 حالة من حال أمة وينأكل الناس تقول شنهاي وينكوشي هو هذا هذا الشي بالفقه زين هواي أكو ناس ما تذبح ما تذبح تخلي إلى أن يرفرف يموت وتأكله لا لا يندبح إذا طلع به رمق حياة ينذبح أما إذا انذبحت وإحنا دنفتح دنسلخ ودنفتاح وطلعنا طلعنا ميت من بطن أمه ينأكل ذكي بذكات أمه إن كان قد أخرج أو خرج ميتا فإن كان قد أخرج حياة من بطن أمه يذبح يلا ينأكل وحينئذ لا لا يؤثر هذا لا يؤثر على يعني إجزاء هذه الأضحية عن ما أجزئت عنه زين تقول الأخت أمرضة تقول أنا بنتي عمرها ثلاث سنوات وأني ما أقدر يعني ردة خليها قدامي وأصلي لأن ما أقدر يعني أقلق عليها وكذا وشي فمثلا ألزمها أقعدها أنا دا أصلي مثلا أو هذا أسوي لها هيتشي أشيل التربوي هذه الحركة لا تضرب الصلاة ما دامت هذه الحركة لم تصل إلى حالة أنها تمحو صورة الصلاة شو يعني تمحو صورة الصلاة يعني هسا الآن أنا من أتفرج عليك أنت وبنتيك حضرتك أقول دا أصلي ومرضة دا أصلي مدام أنا واحد من العرف أنا واحد من العرف مدام العرف يراكي زين أنت في في أداع عبادة هيئة عبادة وهذه الحركات هذه الحركات لم تمحو صورة العبادة صورة الصلاة هذه الحركات حركات لا تؤثر على صحة الصلاة وليست مكروهة للإفطرار ليست مكروهة يعني مثلا لماذا أنه إحنا بعدنا بالشريعة المقدسة أنه يكره الحركة القليلة في الصلاة مكروه سواحد يقول له عد الشلون أمير المؤمنين صدق بخاتمة زين هذه الحركة القليلة المغيات بالاستحبابات الشرعية العظيمة والعبادات المقدسة التي حازت مناقب الله وذكر الله له في القرآن زين هذا درس من الدروس العظيمة أنه لازم علينا أن نشعر بالفقراء ولازم علينا أن نحن عليهم ولازم علينا أن يعني يشد بعضنا على البعض الآخر ويدعم بعضنا البعض الآخر ونكونوا كالبنيان المرسوس المسلم كالبنيان المرسوس زين يشدوا بعضه بعضا هذا هذه مغيات بالاستحبابات الشرعية فماكو كراها بالعكس هذه مستحبة كانت وكانت أصلا محط يعني محط تعظيم الله تبارك وتعالى حتى أنزل الله فيها آية في الذكر الحكيم واضح لكن ما عداها الحركة غير المغيات حركة واحد مثلا يصلي ويحك يصلي ويسوهيت شي يصلي ويصلي 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 ومثلا هاي حركات مكروهة هذه مكروهة تقلل ثواب الصلاة واضح زين الأخ محمد يقول إحنا أختي توفيت الأموال أدوالتي الآن شون تتصرف بيها تتصرف بيها تتوزع على الورثة على الإرث زين باعوا الأم الآن يعني ما سألت يعني قصرت ما سألت محمد الأخوة في هذه الصورة زين ما يمنعون الأم يعني يعني ليس لهم شيء ما دامت الأم الأم طبقة أولى الأم هي تمنعهم فنشوف شنو عندها ذرية وزوجها تروح الأموال للزوج وللذرية ولأمها للزوج وللذرية ولأمها فإن لم يكن لها زوج وكانت لها ذرية وكان لها أم الأم والذرية إذا ما لها زوج وما لها ذرية بس أم وأخوة وخوات ترك كلها للأم واضح زين وهكذا يعني نشوف إحنا شنو منو الورث هي تتوزح هذي هاي تريك هي تتوزح إرث نشوف منو اللي ويا الأم منو اللي ويا الأم منو اللي ويا الأم من زوج ومن شاسمه من زوج ومن ذرية ونشوف شنو نوع الذرية لأنها كلها صور كلها صور هذي شوف شنو زوج وذرية وأم شكل زوج وأولاد ذكور وأم شكل الزوج وبنية وحدة وقوم بنتين وقوم كلها صور هادي على طار الملاحدة انا اروح اروح وارجع عليهم ها اخوه هادي اخوه انا بعد نحن بعد نحن بيها ها اخوه هادي امرأة وفت وقلها ام واذا كانت الام وحدها تاخد كل التركة شو هنا ما طلعتوا لسانكم وحجيتوا قلتوا هذا تمييز جنسي الاسلام ويا المرأة ضد الرجل ديحشوا ديقولوا لو بس على ذي شي تحشون تعرفون تحشون شو العلاقة اصلا الاسلام العظيم اصلا الاسلام العظيم واقف وقفه ويا المرأة فضيعة فضيعة المرأة زوجة لا تكنس لا تمسح لا تخسل لا ترضع اذا تريد ترضع تأخذ اجرع على الرضاعة تكنس وتمسح تأخذ اجرة ما يقولها على عينش حاجب ما يضربها ما يبسطها ما يهينها ما يسبها ما يجتمها زين يزوجها علي المهر علي البيت علي الأغراض علي الكذا علي الفلان شي شنو هاي لا دنيا شو ما تحشون بيهن شو ذاني ما تقولون يعني هذا خطيئة الرجال عمي اذا تريدون تحشون يعني هذا خطيئة الرجال شنو هذا الاسلام العظيم يعني ثقلك كله على الرجل والرجل هم من يعترض يقول اسكت اسكت حط لسانك بحلقك انا نطيتك القيومية اليك وخلي يدني كلين عليك زين وهم حتى القيومية القيومية الي ما ما دامه وليس سفيه ما دامه وليس مبدد ما دامه وليه زين هسا هذا الوقت مالت الاستفتاءات مو مالت المحور السؤال الثاني مالت محمد يقول الوالدة مطلوبة 180 دينار قديمة احنا بحسنا عن أهلها ما وجدناهم الآن يا محمد اذا كنتوا يائسين من أهل هذا المال واذا كنتم يائسين من ورثته ان كان قد مات فالآن تضربون 180 في 3.3 دولار يطلع المبلغ اش قيد بالدولار بعدين تقول بولي العراقي اش قيد يطلع اتوزعوا على الفقراء المتدينين كردود مظالم عما في ذمة صاحب المال تبرى ذمة امكم واضح هذا التصرف لكن هذا التصرف في الحسابات بعد اليأس بعد اليأس منه من صاحب المال او من ورثته واضح ان شاء الله الاخ محمد يقول هذا خوش سؤال هذا سؤال جيد جدا يقول انا بالنسبة لي عدي مضاربات مع الناس مني الكتف ومنهم المال طبعا انا اشتغل بالسوق على باب الله وانت تعرف شيخنا انه هذا هذا الفلوس تتشر بالسوق موسى هلمها اكو يطون اكو ما ينطون يعني صر هو مدين وياكلك يعني يقول من يجينا نريد نحل الارتباط المضاربي بيني وبين الناس قلت لهم يا با احنا عدنا هيا كذا قالوا احنا ما لنا علاقة اتتتغرم الفلوس اتتتخسر الفلوس فشنو الحكم هذه الها صور صورة الاساسية الاولى ان يكون هناك اتفاق في العقد ذكري اتفاق ذكري شلون يعني يعني انا اجي اقول لك استاذ محمد هاي عشر تالاف دولار مني المال ومنك الكتف واذا خسرت عليك الخسارة اذا كان هناك شرط ذكري في العقد تغرم انت هذا الواحد اثنين اذا كان هناك شرط ضمني ليس ذكريا ضمنيا شلون يعني يعني في الضمن انا ما ذكرت ما عجيت لكن في الضمن في الصنف في التعاملات الاجتماعية ان هذا الشيء لا يحتاج الى كلام انا مو اقول اكو انا اقول روحوا انتوا سئلوا الصنف سئلوا الكذا اذا كان هذا شرطا ضمنيا اتا تضمن اتا تخسر الفلوس صورة ثالثة اذا هذا لم يشترط هذا الشرط لا ذكريا ولا يوجد هناك شرط ضمني مثلا الان اتا تتفضل حضرتك تقول هما ما ذكروا هي شي شي تقول وهذا احنا عدنا بالصنف ماكو شي شي ماكو شي شي انا شي لعلاقة انا اخسر لان طبعا بالشريعة خليسمعوني اهل الفلوس بالشريعة المضارب يخسر كتفة يعني يخسر وقته جهده عمله الان انا اشتغلت على باب الله اتا طيتون الفلوس ايو اذا ما طيتون الفلوس لعد انا ما منطيكم جهدي انا منطيكم وقتي وعملي وجهدي وتعملي المسئولية فمن نخسر انت تخسروني فلوسكم انتم مرتاحين قاعدين بس بالفلوس انا اخسر عملي خب مو اخسر عملي واخسر فلوس هاي شرعيا فاذا لم يكن هناك شرط ذكري او ضمني وهو الاصل في الشريعة المقدسة يعني الاصل في الشريعة المقدسة انك لا تضمن فالاصل في الشريعة المقدسة ان المضارب بكتفي لا يضمن خسارة المال الا ان يكون هناك شرط ذكري او ضمني حين اذن يقدرون يلزموك فاذا اكو شرط ذكري اذا واتجنت قابل وشرط ضمني واتجنت قابل تغرم تخسر اذا ماكو لا انت ما عليك خسارة انت خسارة كتفك خسارة وقتك خسارة جهدك خسارة عملك هما يخسرون الفلوس هما يخسرون المال زين الاخت ام علي تقول اني عرس شنت صغيرة مواعية مفاهمة لقيت السوار واخدت الان شا اسوي الان تبحثين عن صاحبة السوار فاذا كانت طيبة موجودة الان انت تقيمين اش قدت شانت شكم غرام فلوسها توديل هي مثلا هذي اذا كانت هي طيبة موجودة اذا كانت ميتة توديل الفلوس قيمة السوار الورثتها اذا انت الان مليقيتي لا اهلها ولا ورثتها واصبحت يائسة من وجودهم الان من بعتيش كم غرام الان الغرامات اليوم اش قد الساوي مثلا الساوي لفت مليون دينار مثلا الطلعين هاي المليون توزعيها على الفقراء المتدينين كردود مظالم عما فيه ذمة صاحبة السوار تبرى ذمتش انت بس بشرط انه تكونين يائسة من وجودها او وجود ورثتها ان كانت قد ماتت واضح زين الاخت ام مسلم تقول احنا عدنا حالة زهاي مر ولا يصلي بشكل صحيح هو اذا كان واعي الى انه اكو صلاة ويجي يريد يصلي فتقبل منه هذه الصلاة بالشيء الذي يؤديه لحد يتفاجئ خلص هذا الذي يستطيع ان يؤديه كافي واذا كان مواعي ويسويها لانه مثلا ان يشوفكم كالطفل الذي يقلد ابو امه هذا سقط عنه التكليف لانه ذهب عنه عقله والعقل شرط في التكليف فاذا كان ذهب عقله زهاي مار بمعنى انه ليس له عقل آسف جدا على يعني التعبير يعني شرعيا انا اذا احجي اذا كان زهاي مار واصل الى مرحلة انه احنا نسميه هذا ليس عاقلا هو مجنون يعني مو طالع بالشارع ويركض لا بس هو بمعنى انه لا يدرك ليس له عقل هذا ساقط عنه التكليف لحد يتفاجئ ما يصلي ولا يصوم هان الى اين الله يطيط الطولة العمر في خير وعافية الى ان يموت وذني حتى ما تقضى عنه لانه ساقط عنا التكليف التكليف مشروط بالعقل فمن لا عقله له ليس عليه تكليف الان المجنون يصلي ويصوم لا من يموت يقضون عنه لا نزين ليس عليه تكليف فهذا ايضا صار انه ليس عليه تكليف لذهاب عقله يعني اصبح ليس عليه تكليفا يعني تقول الآن الصلاة شلون مثلا أقضيها مالة والدتي يعني صعبة علي وكذا وفلان شي زيان بالمقدار اللي تقدرين أنت مو واجب عليك لأنه إذا كانت واجبة فهي واجبة على الولد الذكر الأكبر أنت مو واجبة عليك فأنت اللي تقدرينه سوي اللي تقدرينه سوي والله يتقبل الطاعات والأعمال الأخت أم مريم تقول الآن من أصلي أثناء السجود يصر عندي خفقان وأثناء الجلوس يصر عندي خفقان وكذا وفلان وأتأذى أبو مريم آسف جدا أبو مريم يقول الصرع عندنا هي شكذا حالة سائلة لو الزوج تمام مدى أتذكر المهم خلص تسقط هذه الحركات تصلون على كرسي صلاتكم من قيام تكبيرة الإحرام من قيام القراءة من قيام الركوع من قيام إذا الركوع حم هاي الحركة تأذيكم أقعدوا على الكرسي ويصلوا إيماء الركوع إيماء والسجود إيماء السؤال الثاني وهو آخر آخر استفتاء يقول آني إذا أدخل بالجماعة في الركعة الثانية أقدر أكمل إيه؟ تقدر تكمل؟ هو الإمام بالثاني أنت بالأولى الإمام يكمل يقعد للتشهد أنت تتحضر جلسة التحضر تقومون اثنينكم أنت تصر بالركعة الثانية أنت تقرأ هو يذكر ذكر الركعة الثالثة وهكذا هو يخلص مثلاً أربع ركعات هو يخلص أنت مصلي ثلاث ركعات مني سلمت تتقوم تتكمل الركعة الرابعة عمالتك رح خلص يلا عيني وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم إلى لقاء ولقاء الجديد إن شاء الله أستودعكم الله وأسترعيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسألكم الدعاء ترجمة نانسي قنقر